عرضت في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار مسرحية أم المرايا والتي شارك بها نجوم فناني العراق لتجسيد مأساة حقبة سيطرة تنظيم داعش على المدينة وآثارها على المجتمع شكرا جزيلا لجمهور الفلوجة اليوم الحقيقة عرضنا مسرحية أم المرايا عمل شعبي وطني كتب الكاتب الكبير أستاذ حسين النجار وخزغانا محمين وبنخبة طيبة من ممثلي المسرح العراقي ناهي مهدي هنا محمد محمود شنيشيل علي نجم الدين محبة العمل الاجتماعي يدعو إلى المحبة إلى التسامح إلى السلام تجربة جديدة على مستوى المسرح الشعبي بالنسبة لي قدمت أربع نماذج مختلفة من الشخصيات سعيد بهذه التجربة وأتمنى دائما تتكرر وسعيد باستقبال الجمهور في ديالة وفي الفلوجة أيضا إن شاء الله راح نعرض في بغداد والموثي وأنت ماتع بكم لقائل؟ أقعي أقول بابا أعرف أن الطريق إليك جميل 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 وحبنا نطير ونعلي نجمال السمان نخلي ونرسم بالهراء حبنا حقيقة اليوم كان هناك عرض مسرحي بأنوان أم المرأة لكن بصراحة جعبت هذا العمل أراء كبيرة ومخترحات كبيرة ومآسي كبيرة مرت بها محافظات العراق وخصوصا المحافظات التي تعرضت لنكبة الرزوح ونكبة العملات العسكرية التي حصلت بها بصراحة العمل المسرحي كان مسرح جاد فعلا كانت هناك عبارات كبيرة ومنها التسامح والعودة والألفة والمحبة ما بين جميع أطياف الشعب العراقي وأيضا كانت هناك لحمة الوطنية العراقية الأصيلة التي بصراحة دائما ما نفتقدها لأغلب الفعاليات المسرحية موسيقى عمام أبو سيب هذا كتن ويندي عمام أبو سيب هذا مجرم هذا قاتل مثل ما كتن ينكتن مو يجيقون العروف مو يجيقون القانون مو يجيح جدين هذا مجرم ليش السكتون عندنا رعا تخفوه ابني ماهر الكتن مثل ماهور يفتر بنها الدك يفني القيهان الظار والتقاعة شكرا